استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية وللتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي